مساء الخير لجميع مشاهدينا مساء بداية أسبوع جميل وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج قرر معي أنا نغم كيلاني ومع زميلي رغيت تبصيح أهلا فيك يا نغم مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهدينا الكرام في البرنامج الممتع أكيد واللي بنصحبكم فيه في سلسلة من التحديات والألعاب اللي منعبها أنا وزميلتي نغم وكمان ضيوفنا اللي بكونوا معنا في كل حلقة مشاهدينا الكرام كمان منتطرق فيه لكثير من المواضيع سواء لشالة الناس على السوشال ميديا أو في شؤون الرياضة والملاعب وكذلك في شؤون العامة اليوم رح نحكي شوي عن الرياضة كيف تحولوا من لعبين لمجرمين ورح نحكي عن أحلام التميمي صوتك عالي ورح يكون في عنا فقرة لا فزعة الزتون وما مننسى التحدي الخارجي اللي متواجد دائما في كل أسبوع معنا المر والتحدي ممتع ومختلف رح يكون معنا فقرات عديدة وممتعة ولكن خلينا شوي نشوف رغيت كيف كان أسبوعه هذا الأسبوع والله هذا الأسبوع كان حلو لأنه انقضيته مع العيلة فترة يعني قضيت كل يومين خلال يومين في أجواء عائلية كانت جميلة وكنا مبسطين يعني الحمد لله العيل الواسعة كلها ما في أحلام للمة العيل للمة الصحبة أكيد الواحد برتاح من ضغوط المختلفة من خلال تواجد جو أسري عائلة هيك جميل بس أنت نغم يبدو كان عندك أشياء خاصة صحيح هذا الأسبوع كثير أشياء خاصة مش شي واحد هذا الأسبوع كان حافل بالمفاجآت قبل من قبل الأصدقاء بالبداية يعني إحنا كتير مبسطت أنه أنا أصدقائي أنا عيد ميلادي بشهر تسعة ولكن لسوق شهر تسعة في وقتي ما قدرت أحتفل فيه فأصدقائي احتفلوا فيي خلال هذا الأسبوع ومش بس هيك بهذا الأسبوع كمان بما أنه في فزعة الزيتون نزلت أنا وأهلي ولقطنا زيتون حولي شي قبل أن نروحنا موضة زيتون خلنا نشوف أصدقائك شو أملو خوخة يا خوخة محضرت لك مفاجأة حلوة كتير هاي السنة كنت بتتمني أنها تكون غير وخططنا لعيد ميلادك لحتى نحتفل فيك بطريقة غير ورجرت لك كل الناس اللي أنت مش تأتي لهم ومنعتك كورونا وعشرين عشرين أنك أنت تشوفيهم لحتى يحكولك كل عام وانت بقى الف خير وأكيد مني بقولك كل عام وانت بقى الف خير ويا رب السنة الجاي تكون سنة أحلى من المرأة ومعلش رح نسمحهم بعشرين عشرين حبيبالبي يا نغام حبيبة قلبي بحبيك كتير كتير واشتقتلك أكتر من هيك بكتير المفترة الطويلة بنكون بعاد عن بعض بالمسافات بعرف بس هي أطول فترة ربنا على السنة مشملتقين أبدا مع هيك حبك بزيد ومع كل تليفون مع كل لحظة حتى لو الحالي بتذكرك فيها بتأكديلي أنه الصحبة مش بعدد التليفونات أصلا ولا بتفاصيل اليومية اللي بنعرفها عن بعض هي إش أكبر من هيك بكتير يمكن لأنه إحنا بطلنا مجرد صاحبات من زمان أنتي أختي ومن أكتر الناس اللي بركن عليهم بحياتي أتمنى لك كل شي حلو بالدنيا وكل خير الدنيا لأنك تساهلي هيكو أكتر أحبك كتير كمان مرة شوي متضايقة بالفيديو هيك مش عارف أكون كتير على قضيتي حبي مثلا كتير أحكي كلمات أكتر من كلمة نغوم بس أنتي حفظتهم كلهم وكلهم بالألب أحبك قد الدنيا وإن شاء الله عن قريب بنرجع بنلتقي وهك بنعوض الفترات اللي فاتت و بنجمع ذكريات أكتر كل عام أنت بقى الفخير كل عام ونغوم وانت بقى الفخير خليلي إياكي بموت الزميلة أحبك كتير ما رح أطول لأنه هيك حكولي أنا ما أطول في نزلة عيد عليكي بحبك إن شاء الله سنينك الجاي تكون كتير حيلة نغوم رفقت الطفولة بنت عمي حبيبتي كل عام وانت بخير يا رب وإن شاء الله السنائي أحلى وأحلى عليكي تحقيقي نجاح أكتر بحبك السلام من الكويت نغوم حبيبتي كل عام وانت بألف ألف ألف خير لنعاد عليكي بالصحة والعافية والسلامة نبستي حبيبتي في هاليوم وإن شاء الله الله بيعطيكي كل شيء أنت بتتحقيقه أكتر نغم حبيبتي كل عام وانت بألف ألف خير يا رب وإن شاء الله هاي السنة تكون حلوة عليكي إن شاء الله بتحقيق الأشياء اللي أنت بتحبيها وتحلم فيها وإن شاء الله تضحكي بظلها مرافقتك والناس الحلوة ما بتبعد عنك نغم الغالية والأخت والصديقة ورفيئة الضحكة بالفضائية كل عام وانت بخير وسنة حلوة ويا رب انها تكون كل ياتها خير وسعادة عليك يا رب وتحقق كمان 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 يلب بالك صح فاجأتين بعيد ميلادك بس لازم برضو افاجأك بعيد ميلادك بس هل مرة عيد ميلادك مني مش انا لحالي هاي كل عام انت بخير مرم حبيبتي ان شاء الله سنما لانا سعادة وازاحات كثيرة و الله يحمى لك ناي وتوفيهم مني الكبر وكل عام انتي بخير كل عام انت بخير يا نغم كل عام انت بخير والله حبيت اني approve iac taw account يعني باحب احكيلك انه كل عام وانت بألف خير كل عام وانت ام امنهاي الحلوة كل عام انت مجروني اكثر كل عام انت بخير وفضيقتي ووقتي وكل شيء وإحنا كمان بدورنا من نحكي لنغم كل عام وهي بألف خير إن شاء الله وكل سنينها تكون سعادة ونجاح يا نغم آمين يا رب يا رب من كم يوم حكينا إنه الإنسان هو لازم ينصنع سعادته لكن كمان في ناس مرات بتساعدنا مية بالمية وأنا زي ما بقولك أنت في منهم تعرفهم من أيام الجامعة أنا بالفعل في ناس حوالي الحمد لله الحمد لله رب نعطاني إياهم ودول منهم وجزء من الموجودين في حياتي من يصنعون السعادة لي دايما بقول المرء يتعافى بأصدقائه كمان فهدول الناس هم اللي دائما أنا بحاول أتعافى فيهم وبحاول دائما هم دائما يعني برسم السعادة في حياتي فشكرا لوجودكم برضا شكرا لوجودك رغيت في حياتي أنت من أكثر الناس اللي بترسم السعادة في الحياة فهدول أصحابي عيلتي الناس اللي تعرفت عليهم خلال حياتي وللتلعت فيهم من الدنيا شكرا لوجودكم بحياتي كمان مرة ويا رب تكون أنتوا كمان كل سنينكم وأيامكم مياه لهم في بعض صراحة يعني هم وهي يعني يا لي أنا طيب يا جماعة خلينا نروح لأول مواضيع حلقتنا وهاشتاج انتشر بشكل كبير أحلام تميمي صوتك عالي هذا الأسبوع طلع في عنا فيديو انتشر بشكل كتير كبير قبل ما نحكي عن الفيديو خلينا نشوف شو الفيديو الانتشر اللي سبب هذا الهاشتاج وشو اللي صار عبر منبركم الكريم يعني أود أنه أن يصل صوتي بعد أن أرسلت مناشدة لجلالة الملك المعظم عبد الله الثاني أود أن أؤكد على هذه المناشدة وإن شاء الله أنه يسمعني عبر برنامجكم وأن تصلوا هذه المناشدة أنا توجهت لجلالة الملك لأني أعلم بأنه هو الأب الحاني والعطوف على كل الأسر الأردنية وأنا التي تقطعت أوصار أسرتي وتفرقت عن زوجي دون سبب مقنع ودون أن يكون هناك توضيح لهذه الأسباب في الدستور الأردني كفل لي ولكل الأسر الأردنية الفحام الأسرة وكل القوانين الدولية تطرب أن تبتر هذه الأسرة وتبتر أواصر لذلك أنا أعلم بثقة أن جلالة الملك سينصف أخت أحلام تفضل صوتك بقطع تغيري لنا مكانك غلبك نعم بس غيري لنا مكانك إذا سمحتي إن شاء الله أو أرجعت أصلي مرة ثانية إذا من غلبك دقيقة تمام تمام كم لي تفضلي طيب أنا يعني أعيد الفكرة ثم وجهت أخت أحلام الصوت بقطع نبيل حاول إطلب إياها مرة ثانية بالله الله يساعدك إذا عندها رقم أرضي خذها من رقم أرضي إذا في رقم أرضي بلاش موبايل شاهدين هالمقطع أثار جدل كبير في صفوف المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي في الأردن وفي فلسطين وفي مختلف مناطق الدول العربية وبعد هذا الفيديو بعد ما انتشر الكل صار طلع وطلع في هاشتاغ أحلام التميمي صوتك عالي في منهم من طلب من الناس إنه هي تسحب الرعايات الموجودة في هذا البرنامج منهم من طلب من القناة إنه هي توقف هذا البرنامج وكتير كتير ثاروا حول مقدمين هذا البرنامج خلونا نشوف هاي الصورة اللي ليث عم بيقول بيعز علينا امرأة بطلة ماجدة كأحلام التميمي إنها تطلب شيء وبالأساس هو حق إلها امرأة مرأة تنفي صهينة بالتراب وبسببها عاشر رعب ليالي وأيام لو كانت زمن غير الزمان لكانت أيقونة ورمز وهي والله كذلك لكنهم لا يليقون بأحلام أحلام التميمي صوتك عالي حمد أبو الديرية بيقول فأنكروك لأنهم لا يعرفون سوى الرقص والغناء القبيح أو طيفو الدعم يعني بهذه الهاشتاغات طبعا فيه هاشتاغات كتير نزلت يعني اللي بقدر يفخوتي يشوف الهاشتاغ هذا نفسه وطلع كتير حكي وطلع كتير منشورة نغم صوتك بقطع صوتي بقطع صحيح يا رغيد صوتك أنت بقطع ولا ما بقطع صوت المخرج بقطع ولا ما بقطع حلونا نشوف الفيديو اللي طلع الثاني يوم شو صار بعد كل هالهاشتاغات أولا بشكر كل الناس اللي شتمونا وصبونا كل الشكر لهم على شتائمهم وعلى مسباتهم وإحنا يعني بالنسبة إلنا عادي الأمر عادي جدا لكن أنا بحب أني أوصل رسالة ورسالتي راح تكون يعني شوية مفاجئة يعني حتى مفاجئة لزملائي في داعا أنا آخر يوم راح يكون هذا اليوم يلي في داعا الميلودي لا 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 آخر حلقة راح أشارك طبعا لا 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 ما بنفعل أنا أولا ما راح أصل لمرحلة أنه أولاد أخواني أولاد خواتي يتهاوشوا مع الناس يتبقوا بعض الناس من وراء تعليقات سخيطة أنا بعتذر من كل الناس بعتذر من كل الجمهور بعتذر من الناس اللي معي فأنا آخر يوم راح يكون معي أحكم في داعا قليلودي هذا اليوم شكرا لكم كنت قريب رائع يعني بهذا الفيديو قدم أحد المقدمين استقالته على الهواء مباشرة من هذا البرنامج أكيد كمان أبعاد الغضب الشعبي خلينا نسمي أو تفاعل الناس مع الموضوع أخذ أبعاد من هيك بعض المعلنين أوقفوا دعامهم ورعايتهم لهذا البرنامج صحيح هو تم الإعلان مثل زوكا كافي نزلوا بوست كتبوا فيه تم التوقف عن رعاية برنامج علينا وعليك من قبل زوكا كافي أحلام التميمي صوتك عالي ومش بس هيك طبعا لسا تكملت القصة وكملت كل الأمور ولسا تظلوا الناس ينشروا بالهاشتاكات وكان في ثورة مما أدى إلى مبارح بالليل ميلودي الأردن واللي هي القناة اللي بتم عرض البرنامج من خلالها نزلوا ببيان رسمي شو بولو فيها رغيد قرر مجلس إدارة إذاعة ميلودي إقاف برنامج علينا وعليك من تقديم جهاد أبو بيدر ومعاد العمري الذي يبث عبر أثير الإذاعة من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية نظرا لحالة الجدل الأخيرة حدثت اتصال أجرته الإذاعة مع الأسيرة المحررة أحلام التميمي شددت الإذاعة على دعمها الكامل لقضية الأسيرة المحررة منذ اليوم الأول وتبنيها لهذه القضية وأكدت احترامها كمان لأراء الناس اللي هو نبراس للعمل الذي تسعى من خلاله نيل رضاهم وفق ما تقول الإذاعة يعني هاي هي الإصلاة اللي صارت هذا الأسبوع شو ممكن يسير شو ممكن تطلع لجنة التحيق وتقول هل ممكن نرجع البرنامج أو لا هل ممكن نرجع المقدمين هذا كله إحنا ما بنعرفه وعم نستنى ولكن أنا بس أحكي كلمة واحدة إحنا نقول غلطة الشاطر بألف أنا بحكي غلطة الإعلامي بمليون ألف أكيد أكيد خاصة أنه الناس ما رح ترحم حدا الناس عندها رأي وعندها بتحب الواحد يحترمها صحيح فأكيد يعني هالقضية ممكن إحنا كلنا بنتعامل ونتعلم منها كإعلامي كمان صحيح خلصنا يا جماعة من موضوع أحلام التاميم يتمنى هالقصة تنحل على خير ولكن كمان في هاشتاقات ثانية انتشرت خلال فترة هاي اليوم يا نغم يوم البنات العالمي سمعت فيه يوم البنات العالمي لا ولا بدي أسمع فيه صراحة يعني إحنا لا يخلو أنه إحنا عم نشوف على الفيسبوك بس مش كتير عم نفوت في مواضيع اللي خلينا نقول لا تصلح بأنه إحنا نقعد نناقش فيها ونحكي فيها يوم البنات العالمي هو يوم من كل سنة كمباركة لإنجاب الفتيات والله يعني إحنا هلأ إحنا عنا يوم عالمي أنا بعرفش فيه هذا انتو كثير أيام عندكم يوم المرأة ويوم أه بعرف يوم المرأة يوم الأم يوم كل دول بس عنجد؟ هاي جديدة جديد 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 طب بنا نتلعني احتفظ والصحباتي يا جماعة لأول مرة بتفلو بس لأول مرة الناس يعني بتحكي فيه كثير أنا يعني أحب أقول الشغلة في هالموضوع أنه حتى الرسول يعني شجع على أنه الإنسان ينجب البنات ويحسن تربيتهم بقول إذا كان أي شخص يعني كان عنده بنتين أحسن تربيتهم يدخلوا الجنة إن شاء الله يا رب فهذا أكيد يعني يعني بعز قيمة الفتيات والأطفال من البنات في مجتمعنا في لك بنت يا نار صحيح ناي يعني بحب أحكي يعني أنا دايما بقول لأمي قديش أنا كنت أفكر أنه الأم ممكن تحب طفلها بس أنا بعرف أنه أي حدا في الدنيا ممكن يحب حدا لسبب يعني مثلا أنت عملت معي خير فأنا حبيتك أنت عملت معي مواقف حلوة أنا حبيتك الطفل هو أشي تاني كليا الطفل لما ينورد سواء بنت أو ولد أو أي يعني غصبا عنك تدخل جواتك مشاعر بحمد ربنا عليها دائما مشاعر عمرك بحياتك ما بتتخيلها يعني تخيل أنه إنسان هاد لو شو ما عمل لو شو ما غلط بحقك لو شو ما أزاك ممكن أنت رح تظل تحبه ورح تظل حاسس جواته أحلى مشاعر في هاي العالم فأنا بقول لها بحب بنتي جدا وبحبها جدا لأنه وجودها بحياتي يعطاني قوة يعطاني سند يعطاني سبب للحياة اللي أنا بعيشها شكرا لوجودك في حياتي شو حكت نغم لناي بنتها أنا نسمع شو حكت نغم لناي بنتها كيف حالك نغم؟ شو بتحب تحكي لماما؟ إنتي حلوة كمان بتحبني بحياتي ليه بتحبي ماما؟ عشا كل يوم بتحبني كل يوم بتصدو من الرغين بنتي كيف ردية تتصور؟ أنت تعرف أنه بعرفش ناية ترضاش تتصور ناية تكره الصور عكسي تماما يعني حتى نبقى أشياء تتصور فيديو جميعا بتقولي ماما ما بدي أبعد الكاميرا عني كيف ناية ردية تتصور؟ من كيف؟ ما بعرف ذا إحنا توصلنا مع جهات خاصة واضح جهات خاصة خاصة جدا اللي خلتها تتصور فيديو وهي رتبطين على الأمور ولكن أنا عجبني أنه هي كيف تحكي وكيف تتحرك وكيف تحكي بريئة جدا لبنت الله يخلي لكيها الله يسعد لألبك وشكرا لأنك أنت بتفاجئني في كل مرات إداءك عالي جدا ناية أنا كمان بحبك كنت تكون عم بتتبعني أنا كثير كمان بحبك واشتقتلك وهلأ شوي وحروح وحنلعب مع بعض كمان يوم بس بعد ما نحلي الواجب يا ماما هكي شي الواجب أكيد مشاهدينا الكرام كمان في عالم الرياضة في كثير موضوع ممكن أن نحكي فيها للفترة في حالة من توقف دوريات المختلفة في أوروبا وفي مختلف المناطق نتيجة المباريات الدولية وعالة المباريات الدولية ما بتكون مشجعة بالنسبة للناس نخفض مستوى متابعتنا للمنتخبات لصالح الفرق ولهيك حبينا نجيب إيش جديد هالمرة في موضوع الرياضة في أن نغم لاعبين تحولوا تحولوا إلى مجرمين يعني أنا دائما فقرة الرياضة بتركها لرغيت ولكن أنا بحب كثير أسمع منه أنه كيف لاعبين المفروض اللاعبين بيمتازوا في خلينا نقول شوي من الأخلاق لأنه هم كثير بتعرضوا إلى مثلا إذا حدا وقعك إذا حدا كذا لازم يكون عندك الأخلاق اللي أنت خلينا نقول أخلاق اللاعب والروح الرياضية اللي موجودة عنده هذا الإشي بيخليك أنت غصب عناك تكون ملتزم شوي أكيد هم كمان قدوا للأطفال للأطفال ولكمان كتير ناس يعني فأنتوا كيف ممكن تتحول لمجرمين سمعنا طبعا عالم كرة القدم كان أو الرياضة بشكل عام عالم كرة القدم تحديدا كان مليء بالناس اللي عملوا أشياء مخالفات قانونية ونحبسوا أو تغرموا بسببها نحكي عن التهرب الضريبي هذا إشي معروف عند اللاعبين بالمختلفهم يعني حتى كبار اللاعبين اليوم مثل ميسي ورنالدو عندهم تهم يعني بتقاضوا بسبب هذا الموضوع وكثير من اللاعبين العالمين تجد أنه فيه دائما ضرائب عالي في بعض الدول مثل إسبانيا مثلا فيه لاعبين سافروا بدون جواز سفر زي رونالدينيو ونحبس رونالدينيو رونالدينيو لعب شهير في برشلونة مارادونا كان له علاقة في موضوع المخدرات وهذه الأمور وكمان مشهور مارادونا أنه تعرض لملاحقة ونحبسوا هاي الأمور في لاعب اسمه أدريانو برازيلي مشهور كان هداف نضم لمافيا وصار يحمل أسلحة ليه؟ مش عارفنا يعني هم بكلوا لاعبين مشهورين معهم مصاري مرتاحين طب شو ناقص عليكم؟ احنا بنقول الحمد لله على كل شي يعني فغريب يعني نجيب كوكب من هاللاعبين نشوف شو صار معهم وليش تحولوا لمجرمين؟ شو الأشياء اللي عملوها؟ في أن لاعب جوي بارتون هو لاعب في الدوري الإنجليزي الممثلز كان سمي بأنه أخطر لاعب في أوروبا كان عنيف ضد اللاعبين سواء زملائه أو الخصومة في مرة من المرات طف سيجارة في وجه أحد زملائه في الفريق فتعاقب طبعا كان في مانشستر سيتي وقتها ويعني حتى تصرفاته لا أخلاقية وجهها كمان للجمهور اللي هو الجمهور بريء ما له علاقة في شي فأحد مشجين نادي إيفرتون هاجموا هذا اللاعب وخلع الشورت اللي بلبسوا هذا المشجع وكمان اعتدى بالضرب على أحد زملائه في الفريق اعتدى بالضرب على أحد زملائه ودخل السجن مرتين دخل السجن بسبب أنه كان يعتدي على زملاء أما اللاعب الثاني نغم هو آدم جونسون كان يعتبر من أحد أفضل مواهب في إنجلترا وهي بلبس قميص منتخب إنجلترا رقم 16 قضى على مستقبله الكروي منعوه يلعب كرة قدم مطلقا لقد الحياة ليس شو عمل يعتدى على فتاة قاصر واعترف بارتكاب هذه الجريمة حكموه بالسجن 6 سنوات وحرموه من ممارسة أي نشاط كروي بعد خروجه من السجن ياكوينتا هو نجم لفريق يوفينتوس ومنتخب إيطاليا ياكوينتا لاعب شهير وسجن سنتين في قضايا تتعلق بالمافيا يبدو أن والده له علاقة بالمافيا فهو مزود والده بأسلحة فهو بمويل الناس بالأسلحة فيه مثلا مش عارفت بقولك من شابها أبا ما ظلم فشكله هذا والده قضى في السجن 19 سنة فهو حبي يصير زي والده يعني نفس القضية نفس القضية والده حكم في 19 سنة هو انحبس سنتين بسببها واحدة من أغرب كمان القضايا هذا الحارس اسمه فيرنانديتش برونو فيرنانديتش وهو يعني اعترف أنه ساعد أحد أصدقائه في قتل صديقته هو قتل صديقته يعني هو ساعد الأصدقاء عمله زي خطة أنه يقتل هو صديقته ليه؟ حبتها لأولي كانت بدها نفقة منه لأنه هو يعني أنجبت منه طفل ويعني صار انفصال وكانت بدها منه نفقة فصارت بينهم مشاكل على نفقة بده يروح أتلها؟ قدلها وقطاها كمان هذا بيحضر أفلام رعب وأكشن كثير وأجراء منها للكلاب يعني هو كان مجرم مجرم يعني ثادي في الإجرام حكمه بسجن 22 سنة في مفاجأة في هذا الموضوع أنه غادر السجن بعد 6 سنين كيف؟ وليش؟ يعني بتصير فيه استئنافات وهذه الأمور فهو كونه ما قام بعملة القتل بإيده فكان يعني فيه تخفيف وبعد ما رزع يعني يعني يعملوا أنه أنت بتطلع من السجن ولكن لأماكن محددة جنب السجن أنه فيه إطار معايق مثلا أنه تغادر إشي قريب من قابل الجبرية 200 مدر مثلا أو كذا فكان فيه نادي قرب السجن فراح نضم له النادي والرجال يلعب كرة قدم داخل أسوار هالنادي بركة حسن شوي ونعدل خلينا نحكي بعد كل هذا يعني قصص غريبة جدا ويعني الله يبعدهم خلينا نحكي وإن شاء الله يارب ما حدا بيصير مفرم بها الحياة ولكن أنا حابة بس أعاقب على شغلة واحدة بتعرف الإشي أنه إحنا إذا أنت بدك تعمل شر هو كتير سهل بس إذا أنت بدك تعمل خير بدك تدرب حالك يعني في كتير ناس بقول لك أنه لأ إحنا مبنيين على الخير بس إذا بدنا نعمل شر حنتعب لأ أنا بقول العكس إحنا الإنسان لو بده يعمل شر بيعمله بسرعة بس لو بده يعمل خير ويظل يعمل هذا الخير فهو لازم يتعب حاله عشان هو يدرس حاله كيف يعمل هذا الخير هذا اكتشفته جديد على فكرة ممكن ترجع لموضوع الفترة أنه إحنا مفتورين نعمل الأشي الخير ولكن الحياة يعني بتزيني لنا الشر صحيح يعني وكأنه الأسهل يعني أنه الأسهل واللي فيها منفعة واللي فيها ممكن أنه نحصل على الإشي البدنية ونضر الناس تانين هي بتدخل في مجال الشرور صعب أنه حتى موضوع أنه قابل السيئة بالحسنة هاي بدها جهاد بده الواحد أنه يجاهد نفسه كثير لحتى يجر أنه يعملها لأنه فعلا يعني دائما النفس أمارة بالسوء والحياة فيها كثير من الأشياء اللي بتزين للإنسان الشر فبتصفي أنه فترة الإنسان حتى ممكن تعرضنا أفعاله في بعض الأحيان زي ما بنشوف في هاي الجرأة صحيح منروح لأ آخر أو لا مش آخر فقرة لسه في فقرات كثير عندنا بس كثير من شجع على فقرات التحدي هذا بصبر إحنا أنه رغيضوا لعبنا في الليزر زون هذا الليزر زون اللي هي بتفوت على مكان كله مطفي بس إحنا نبسطنا كثير صحيح عن جد نبسطنا كثير يعني لسه اللي حتشوفوه مش زي ما إنك أنت تروح وتلعب مين فاز أنا ولا رغيت خلونا نشوف مرحبا 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 في تحدي سديد من برنامج شئرور 404 تحدينا لليوم رح يكون مليء بالإطلاق النار والإثارة أكيد مين اللي بيقتل الثاني ولكن يقتل افتراضيا افتراضيا احنا برنامجنا لليوم رح نلعب في الليزر زون الليزر زون عبارة عن زون كثير كبيرة أو مكان كثير كبير في قلبه كله ليزر وألوان معينة أنا لوني رح يكون أحمر وأنا لوني الأزرق هم رح يحطونا في أجواء معركة في الداخل رح تشوفوها بعد شوي كيف أنا مبنية بشكل أنه زيها زي أرض المعركة فإحنا رح نكون ما بين الحواجز ما بين العجلات والإطارات نحاول أنه كل حدا يسيطر على الأرغام موجودة أو المقاتل موجودة في أو لصالح الفريق الثاني من خلال أنه يطلق النار عليها بالليزر أغير لونها إلى اللون الذي يحمله أنا أحمل لون الأزرق كما أنت شاهدين وأنا اللون الأحمر هل سيكون في أكشن؟ من أسرع؟ من سيركز أكتر؟ لا أعرف يعني هذه كمرة كان رغيد أسرع مني بكثير فهل أنا رح أكون أسرع منه أو ما؟ بدها لأيقل أنه رح أنت حركة كثير بدها حركة وبدها كمان تركيز في إطلاق الميزر فعلى أغلب إنه ممكن رغيبي يفوز دعنا نشوف دعنا نشوف مع بعض جاهزين؟ جاهزين؟ يا موسيقى المترجم للقناة 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 دوء لقمة الزيت الجديدة بهون كل شي صراحة صراحة أنا ما أجربت أنه يعني ما أعني أن أرد أنه فيها زيتون وإشي بس كنت تقريبا بشكل سنوي أروح مع ناس حب يعني أجرب الأجواء وهي الأمور طول النهار ضل معهم كل التقوص اللي بعملوها التقوص الجميلة من أجواء عائلية ومن تسلق الشجرة وهي الأمور كلها والفطور والغدا كل الأجواء هاي حلوة جدا ولكن من كم سنين ما انشأغلته هاي الأمور فبطلت عملها عنا شجرتين في البيت بس يعني بشكل سريع منها بالضبط زلت ريعات مش زيد نكون عندك 30 و40 شجرة خلونا نكمل نشوف المثل أو الأغنية الثانية أو مش عارفة شو الحزر فزر مثل شعبي عم بيقولك المثل الشعبي باب المنجار لا افتنى شوي من اليمين صح من اليمين كندرجي اجرو اجرو مكوية لا ما هو عم نحاول أنا احنا بالأمثال الشعبية game over أنا وريد هيصاب شوي يا بزو آآ الكندرجي صح الكندرجي حافي السكافي حافي والآآ شوي السكافي حافي ها بعرفه واللبيس لا شوي طيب سكافي حافي سكافي حافي والخياط عريان والحيك عرياني سكافي حافي والحيك عرياني والحيك عرياني لا انا مريش دخل في الام ثانيش عم يدوها هاي اقتدل رغيد رغيد ضهيل ثلاثة اذا انت لا اوين ركزوا معي يلا اللي بعده لو سمحتوه بسرعة اغنية عمر عمر عيونك باب عيط عمرك شفت شباعك عم يبكي عمرك شفت باب باب عم يبكي عمرك شفت شباب عم يبكي عمرك شفت شباب عم يبكي خلاص فاز عليها هاي طب برده بدي اجرر الله هاي اصحابي برده ميحبوها انا حفر اه عمرك شفت شباب فيلم فول الصين العظيم اه بعرف واش فاني برابو علي انا برابو علي بالافلام دي باك طلعت ها بلشت تحياتنا لامحمد هنيدي طبعا وردة فلة زهرة وردة الوردة الحمراء لا هي من كلمة واحدة تتكون زهرة مسرحية وردة عربية عربية توليب اه 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 فمي فمي نرجس عباد الشمس لا مش عباد الشمس ما هو بقول لك هاي مش صورتها للوردة وهي تتكون من مقطعين هي تتكون من مقطعين طب شو فيه هاتش شوي نشوف الورود عب انا بعرف الورد الجوري بس مش عاري انا عرفتها بس انا مش عرفت يعني بعرفها بس بعرفش اسمها يا جماعة طب هاتنا عدل الانواع جوري زنبق توليب كلناها لا لا اشتنا طب بصير نقطع انواع الورد ونقرر انا ويا انواع الورد الاحمر خلونا نشوف جوجل يساعدنا شوي او يا جماعة يعني اللي عم بتابعونا ساعدونا شوي شو فيه ورد لونه احمر اي ورد ما عرفش اسمها شو؟ مش عارفتها صراحة شقائك النعمان شقائك النعمان شقائك النعمان مش انا رغيد والله لك شق اه يعني لا هيك اربعة واحد انا بحسر طب انا عقول نفول السنة بحسن الفول لكن انت فوزت شو بدك اكثر اه صح اربعة واحد يعني تحياتنا لرغيد بكفاءة بهذه الفقرة لا بالعكس يعني غالبتها ترجيحي مش ما كنتش مية في المية لا ما شاء الله عنك الله يعطيك الآن يعني الاموجي بهاي الفقرة رغيد تفوق عليه خلونا نروح لفقرة فزعت الزيتون ولكن بعد الفاصل القصير خلوكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن غم متألقة في الزيتون وتحمل عرباية وأجد الزيتون وحمله والفرش وهذه الأشياء حكتنا عن تجربتها الفريدة ونحن حابين نتعرف أكثر على أجواء الزيتون ومصطلح العونة الفلسطينية في موسم الزيتون كيف الناس يعونوا أهلهم وأقربائهم وجيرانهم معنا ضيوف جدا مميزين في هذا الموضوع معنا مالك هريني وعيسى نواجعة أهلا وسائل فيكم معنا طبعا أنتو من مبادرة فزعت الزيتون لعشرين عشرين اللي بلشت فيها بسبعة عشرة انطلقتوا فيها أول شيء أهلا وسهلا فيكم يعطيكم ألفين عافية كل الجهود اللي انتو عم تعملوا فيها احكونا كيف بلشت الفكرة وكيف انطلقت وكيف حبيتوا تعملوها هاي السنة بداية بشكرك على استقبالنا في البرنامج الله يسهدك وطبعا الموبائل يعني الحاملة بلشت انه في ظل يعني الأجوال يعني أوضاع كورونا وفي حال تغيب الأجانب أو الدوليين في المنطقة اللي يعني عادة ما بكونوا مع المزارعين في الأرض خلال الموصف نحببنا نعزز دور الفلسطيني أكثر من منعتها من الدوليين وقلنا نخلي نعمل زي حملي فلسطيني مية بالمية كونه يعني طبعا هذول الأجانبش موجودين فبالتالي احنا لازم نكون موجودين مع المزارعين في الأرض ونساعدهم جميل ونقوم أول إشي يعني أولا بحمايتهم من أي اعتداء من قبل الجيش والاحتلال وثاني إشي مساعدتهم اللي حاولوا كيف يخلصوا في أسرع وقت ممكن جميل شو الأشياء اللي أملتوها يعني كيف بلشتوا مين معكم كم العدد كانت الانطلاق أول إشي من حوارة احنا منعتمد العدد تقريبا ما بين 25 لها 35 شخص انطلاقتنا كانت من حوارة طلعنا الآن على المنطق الغريب المستوطني صار فيه اعتداءات من المستوطدين صحيح أتذكرها مظهور وحاولوا أنهم كيف يعني يسرقوا الزاتون اللي كان موجود حتى عبوه بكياس واجه يعني حمله يعني لأطوه خلصتك يعني يخذوه عب العربي على البرد المستريح يعني تقريبا ظلينا مع المزارعين لحد ما وصلوا لكياس الزاتون من راس الجبل لحد ما نزلوا تحت اللي هو في الود وصار فيه اعتداءات واعتقالات خلال الفترة هذيك وإحنا إن شاء الله كل يوم في منطقة كل يوم في محافظة اللي فيها المشاكل أخص نصف قريبا يعني مع القريب من المستوطنات والمستهدف وين يعني الأماكن اللي رحت عليها لحد الآن بدأنا في حوارة وروحنا عبورين كمان يعني هما بالضبط أنقب أنتوا بس يدوب أربعة أيام بلشتوا فيها تقريبا أنا خمسة أيام لأي يوم رح تكملوا فيها؟ رح تكمل هي من سبعة سبعة عشر سبعة عشر وننكملها لواحد وعشرين يوم هل الأعداد تتزايد يعني أنتم مثلا 25 إلى 35 هل الأعداد بتتزايد هل أنتم بتأسلوا حالكم الأقسام ولا كلكم بتروحوا على نفس المنطقة بالضبط فيه إحنا مقسمين حانا كيف؟ إنه فيه قسم للعوني وقسم لله إذا صار احتكاكات وورا يعني بصير احتكاكات مع المستوطني فقسمنا حانا تقريبا إشي بسيط نقدم عوني وإيك هي الفكرة بشكل عام يعني أنه نقدم الحماية بشكل رئيسي للمزارع جميل لأنه بتعب وفي الآخر لازم يلاقي تعب ومش يعني المستوطني يجي يأخذ لكلش على البرد المستريح مالك شو أبرز الاعتداءات اللي بتعرضوه لها يعني المزارعين خلال الموسم قطف الزيتون من قبل سواء المستوطنين أو الجنود أول إشي يعني هذا مش إشي جديد إنه مثلا الفلاح الفلسطيني إنه يتم الاعتداء عليه طبعا خلال شغله في الأرض يعني صارت ويضربوا الناس اللي بتلقط في الزيتون أو يسرقوا يسلبوا الزيتون بقطعوا الأشجار يعني كثير عشان يعني إحنا إما بلشنا الحملة هذه إحنا عارفين شو اللي راح يصير يعني من قبل احتلال على المواطن فزي ما قال أخوي عيسى أغلب الشباب طبعا أغلب الشباب بكونوا بلقطوا زيتون مع الفلاحين والقسم الثاني بيبقى زي كيف زي حماية أو مراقبة للمنطقة في حال دخول جيش أو مصوطنين فأول إشي ببلش للتصوير والتصدي للجنود أو للمصوطنين بالدرجة الأولى جميل كمان يعني شو الأجواء بتكون خلال العملية يعني يعني إحنا بالضبط إحنا بنعرف أن أجواء قطف الزيتون هي أجواء جميلة المفروض إنه يكلكم بتلتموا بصيروا تحكوا مع بعض بتعاونوا بعض فيها ضحاك اللي هي كمان أنا بحب الألاية البندرة الصباح البادر دائما موجود فأحكي لنا عن أجواء الزيتون كيف إحنا أجواءنا كيف من نسحى الصباح أي ساعة من نكون هناك كيف من بلش نلقت هاي الزيتونات؟ طبعا كلهم بصحوا يعني بدل إذا طلع على البراد كيف نقولها اللي هي الندى تقريبا ويعني كيف كلما كان الوضع أبرد كلما لوحد سحب في الشغل أكتر وأريح أنتج وطبعا أجواء جميلة من غنى يعني أغاني شعبية قديمة لبراد الشاي على النار للخبز على النار المنقوش يعني أجواء جدا ممتعة مع الفلاحين يعني إحنا بنعرف أنه إحنا في ناس هي اللي بطلقت الزيتون هيك إحنا برضه أصبنا حالنا ناس اللي بطلقت الزيتون وبتشتغل وتعمل ناس ضمنهم وناس مضلقة هدولة نفسهم هما بغنوا وبشتغلوا بس في ناس هدولة اللي لازم هما اللي بيعملوا القهوة الشاي الفطور الغداء العشاء اللي هما بنقول اللي هما اللي بتعمل الرعية بس لازم يكون في شخص موجود بيعمل هذا الاشي عشان الكل بده يأكل والكل بجوع وبتضل تعتش فبدك حتى يضلوا وراك تموين شف الزيتون شف الزيتون بالضبط هذا هو طب أكيد يعني هاي الأجواء هي جميلة ولكن أنا بحب يعني رسالة منكم لكل الناس إذا حابين ينضموا معكم بفرقة فزع أو بمبادرة فزع شو الإمكانيات أو كيف الطريقة اللي ممكن يتوجهوا لإلكم هو وضع إحنا أصلا الهدف الرئيسي إنه الكل يشارك يعني من جميع نحية تضفي لكلها تشارك في الموضوع حملة فزع نقدمين لإمكانيات إنه يعني نقدر نجيب لهم سيارة لحد المكان اللي هم موجودين فيه نملينهم سيارة اللي تخذهم المكان مثلاً بالجنوب واللي إيش في الشمال بنملهم سيارة منوديها على الجنوب بتخذه مع الشمال يعني أنتو كفريق متنوع يعني كل حدا من منطقة بالظابط هي كذا يعني مش من منطقة واحدة موزعين إيش من الجنوب إيش من الأسطة إيش من الشمال وبتروحوا في كل مكان يعني كل فريق بروحوا على مكان غريب لإلهم مزارة عندهم مشكل برين حطينا رقم كمان لفزع هل الرقم تقدر تذكروه هون ولا ممكن الرقم مع بلال خطيب طب ممكن نحن نحط على صفحة المتشرة على مواقع فيها على الفيسبوك فيكم صفحة أو بين صفحة إحنا الفريق اللي إحنا منه يعني شباب صمود من الجبل الجنوب ياميد أهلا وسهلا فيكم طبعاً الحملة بلشت وانتشرت برضو على صفحة شباب صمود ويعني صاروا إنه الناس تتوصل معنا عن طريق الصفحة وينضموا إلنا جميل في أي جهات رسمية أو وطنية الناس من جماعة الزراعة مثلاً أي الأمور حدا دعمكم في هالفكرة حدا سعى طبعاً لما إنشأنا الفكرة واشتغلنا عليها طبعاً بلشت ما بين شهاب صمود فريقنا واللجنة التنسيقية في رمالله درسنا الموضوع ورتبنا كيف نخليه 100% فلسطيني طبعاً يعني إحنا مش مستهدفين نقطة معينة في الحماية والدعم المناطق الأكثر تعرضاً للإعتداء بالضبط المناطق الحامية خلينا نقول فبالتالي لما يكون العدد ناس جاي وكثيراً ناس بستعدة ليوم يومياً لما يبقى الفريق كبير نتوزع على المناطق الحامية خلينا نقول وفي حال أي صار اعتداء حتى من بره اللي إحنا منضمين إليهم فلاحين بنلايم في مجموعة ونطلع وين الله جميل طب مالك وعيسى رسالة أخيرة منكم للشباب اللي عم بيحضروكم وعم بيشوفوكم من خلال فضائية النجاح قديش أنتو بتقول لهم إنه هذا الإشي هو مهم بهذا الموسم وقديش مهم إنه يكون في فزعة الشباب والناس اللي يتطوع بالضبط التطوع عن مبادرات هاي بالنسبة لهذا الإشي إنه يعني بعز الصمودنا في الأرض هذا أول إشي وإنه يعني بنوجه رسالة المستوطنين هو إنه يعني إحنا صحيين على الإشي هذا ومش سكتين في بعض ناس المناطق المهملين لهذا القرب المستوطنين احتمال إنه يخذوها المستوطنين بس إحنا بنقول لهم إنه موجودين فيها وبنعز الصمودنا فيها ونبدع كل الشباب الفلسطيني إنه يشارك فيها هاي حاملة تفز ما شاء الله عليكم الله إشي برفع الرأس الله عزيزي يعني شكرا لوجودكم عيسى ومالك ويعطيكم ألف عافية وأنا من هون بقدر أقول للجميع إنه بإمكانكم إنكم تنضموا لمبادرة فزعة من خلال صفحة شباب صمود شباب صمود على الفيسبوك بتقدر تنضموا لإلهم وبتقدروا كمان إحنا هلأ في موسم الزيتون وخلونا نقول دائما شجرة الزيتون هي شجرة المباركة اللي موجودة واللي هي من أكتر الأشياء اللي بتثبت صمود الشعب الفلسطيني في أرضه لهيك لازم دائما إحنا ندير بالنا في هذا الموسم كل حد يعاون جارك كل حد يعاون صديقه بالضبط الأقارب كونوا دائما جنب في هذا الموسم الجميل والصعب كمان على المزارين وصلنا ختام هالحلقة مشاهدين الكرام نلتقيكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء إلى اللقاء